ولو ان الموضوع شوي سابق لأوانه لكن لازم تعرف منهس انه لو انقبلت في القرع العشوائية اللي راح يقدمولها بشهر عشرة شو راح يعملوا فيك بالمقابلة اللي راح تصير بآخر شهر أربع أو أول شهر خمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد اللي بنتكلم فيها عن التمريد مهنة العظمة وبنتكلم عن السفر وعن الهجرة ومواضيع كثيرة في فيديو اليوم راح نتكلم عن مقابلة السفارة الأمريكية للمقبولين في هجرة القرع العشوائية فقط أهم نقطة لازم تعرفها انه فيش اشي بصير مع الناس كلها مش كل اشي صار مع الناس اللي قبلك أو صار مع واحد قبلك لازم يصير معك فيه ناس راح تقول لك عملوني على الشكل فيه ناس بقول لك رفضوني هيك زناخة بدون سبب فيه ناس راح يقول لك الموظف كان رائق وقال لي انت مقبول مع انه انت مش مستوفي للشروط مش شرط انه غيرك تغلب انك انت تتغلب ومش شرط انه ربنا يسرها لغيرك انه ربنا يسرها اليك فكل واحد يعامل معاملة خاصة منفردة فيه رقم اثنين اللي بقول لك امريكا بتعامل على الشكل موظفين السفارة بتجبروا بالناس موظفين السفارة بيختاروا البدهم اياه لا يا حبيبي الموضوع مش على كيفهم ولا على كيف اللي خلفهم الموضوع انه فيه كذا شرط انت لازم تحققهم اذا حققت كل هاي الشروط تطلع غصبا عن السفير وغصبا عن جو بايدن نفسه فسيبك من هذا الحكي لكن المثل بقول اللي ما يطول العنب عابضا عنها يقول كيف بده يبرر الواحد انه من قبلش بالمقابلة راح اقول لك هم مزنخين هم مدمهم ثقيل وشايفين حالهم وبتكبروا وبنقل بدهم اياه لا يا حبيبي انت طلبوا منك شروط ما حققت ولا واحد اعمل حسابك انه لو طلع اسمك بشهر خمسة مقبول لسه في مقابلة للسفارة ممكن تنرفض فيها وممكن تنقبل وبعديها بشهر واحد او اثنين السنة اللي بعدها راح تسافر اول ما تنزل من الطيارة في مقابلة ثالثة ممكن تنقبل فيها وممكن يرجعك ع بلدك عادي جدا في فحص طبي بنعمل السفارة الامريكية هذا الفحص بالذات هو نفس الفحص لكل الناس اللي بيقدموا لامريكا سواء مقدم على قرعة عمل دراسة سياحة شو ما كان يكون الكل بعمل نفس الفحص وبسألوه عن نفس الامراض انا عملت فيديو قبل هيك الفحص الطبي قبل مقابلة السفارة الامريكية ارجع له تفهم كل تفاصيله توقع بكلف مئة سبعين او مئتين دولار لكل فرد من افراد الاسرة يعني اذا انت متجوز هذا الحكي لازم يكون معك صور شخصية بمواصفات السفارة الامريكية ورح اعمل لك فيما بعد فيديو مفصل شو هي مواصفات الصورة الشخصية اللي بتنقبل في السفارة الامريكية تلما تقدم الطلب بتقدم الصورة soft copy او بتكون محملها على تلفونك او على اللابتوب وبتحملها على الموقع تحميل لكن لما تروح على السفارة بدت تكون طبيع طباعة معك منها نسختين واذا انت متجوز تاخذ مرتك ولادك معك ولا كل واحد فيهم بدك صورتين مطبوعات طباعة توريهم للي بقابلك رح يسألك شو اسمك شو معك شهادات شو دارس شو معك خبرات تعرف تحكي انجليزي ولا لا اليك حدا هناك ولا لا ندبر امورك عارف وين بدك تستقر ولا لسه بدك تروح تدور شو في عندك في بلدك هل في عندك بيت مأجره هل في عندك تكسم أجره هل عندك وظيفة حكومة هل ابوك ومك عايشين الى اخره لو قبلناك بتزعل ولا بترضى لو رفضناك بتزعل ولا بترضى بس كل المقابلة خمسة دقائق بدك تعرف كيف تجاوب رح يعملولك بالسفارة امتحان لغة تافه اي واحد بتجاوب عليها فممكن نقولك اكتب اسمك بالانجليزي اسمك بالانجليزي موجود في جواز السفر اتدرب عليك ثلثة اربع مرات قبل ما تطلعه وخلاص ممكن نقولك اكتب اسم بلدك اكتب ايجيبت او اكتب جوردان بالانجليزي يعني شغل مستوصف اول مهم جدا اول ما تصل هناك وقبل ما تاخد الجنسية اللي هي اول خمس سنوات لازم تمشي قانوني تشتغل قانوني تدفع ضرائب ما تتعدى على حده لو ضربت واحد كف رح تطلع من امريكا عمرك ما رح ترجع لها انا بنصحك طول عمرك تمشي قانوني بس اول خمس سنوات هذول مهمات جدا لانه اتفه غلطة رح تخليهم يسحبوا منك تصريح العمل والاقامة ورجعوك على بلدك اول خمس سنوات بفرقوا معاك جدا جدا وبرضه بدك تكون بنات لحالك سمعة وبنات لحالك سمعة ائتمانية في اشي اسمه كريدت سكور بعدين بفهمك شو هو هذا لازم تبلش فيه من اول يوم بمعنى انه كل شي بتبيعه تشتريه بتأجره كل قرد بدك تأخذه بدك تكون سادق وتسدد اقصاتك بموعيدها لانه في اشي اسمه كريدت سكور اللي هي سمعتك المالية كل ما اتخرت بقسط كل ما ادينت وما سديت كل ما عملت مشكلة من ناحية مالية هذا الرقم بقل ولما يقل ما احدا برضى يدينك مصاري اعمل حسابك انك لو كنت متجوز وقلت رح اخذ ولادي معي في المقابلة فلازم تخذهم عن جد هذه مش ليبيا او عمان او دبي انت مش طالع اعارة سنة او خمسة او عشرة وتترك ولادك في بلدك وبعد ما تجمع قرشين او يصير معاك حق بيت او سيارة ترجعي لهم هاي امريكا يعني انت رايح عشان تصير مواطن وتاخد جنسي وصير معاك جوى السفر هم عاملين حسابهم انك رايح مش راجع فلا تقولهم بدي اظل في امريكا عشر عشرين سنة اذا صار معاي مليون دولار برجع لبلدي رح تنرفض هم ما رح يجبروك انك تجيب لولاد معك من اول يوم ولا رح يجبروك انه اصلا يلحقوك ممكن يظلوا ببلدك بس كيف بدك تقنعهم انك بدك الجنسية وبدك تظل في البلد على طول وانتصر لك خمسة سنين قاعد لحالك انت طلبت الهجرة ليش جاي بدون ولادك لازم يكون لبسك رسمي بدون تكليف ولا بهدلة يعني لا تيجي بقوع النوم ولا تيجي مرتب حالك كأنه اليوم عرسك تعال باي جميس ومنطلون او مثلا بدلي بدون جرافة ايش واسط تكون لازم يكون كلامك مقنع رح تنسى الاسل كثير بدك تعرف شو تجاوب وعلى فكرة لو كان اللي بقابلك بحكي انجليزي بتقدر بكل بساطة تقوله انا بفهمش انجليزي نديل المترجم او جيب واحد عربي يقابلني كل سفارة امريكية بالوطن العربي فيها موظفين امريكان وفيها موظفين عرب انا لما قابلت لجيت اثنين سودانيين واحد مصري غير الامريكيين والمصري هو اللي قابلني فعلا اهم اشي بكل المقابلة اوعى تكذب حتى لو الكذب بوديك وراء الشمس اوعى تكذب لانه السبب الوحيد لرفض كل الناس اللي برتفظوا بالسفارة هو الكذب لا تقوله انا عزابة وانت متجاوز عندك ولاد لا تقوله معي شهادات وانت ما معك لا تقوله بدي طلع حسن سير سلوك وانت اصلا عليك الف قضية وممنوع تطلع حسن سيره سلوك لو دور وراك وسأل وعرف انك كذب مت رح ترفض في المقابلة عمرك ما رح ينسمح لك تقدم طلب مهم جدا لغة الجسد لا تتردد لا تفرق ايديك لا تظل تمسى حارقك لا تظل تعمل هيك كانه انت جاي تحقيق في المخابرات لا انت جاي تنسى السؤالين وتروح خليك طبيعي جدا لانه اللي بيسألك نقابل خمس تلاف واحد قبلك وعارف انت مرتبك معناته فيه من وراك اشي عامل مصيبة السؤال العقدة كل واحد بروح الامريكا بسأله شو اللي بضمننا انك ترجع ما تظل هناك وتشتغل بدون غطاء قانوني ما عدا هذا النوع من الفياز انت اصلا طال عشان تظل هناك فرح يسألك شو اللي بضمني انك ما رح ترجع لازم تقنعني انه انت بايع الدنيا كلها بقشرة بصلة ومستعد تموت بس ما تطلعش من امريكا طبعا في الشي اجابي نموذجي رح تقول لي شو الاجابي النموذجي انا ما بعرف لكن هو بده شوف رد فعلك ما بده الجواب نفسه بده شوف كيف بتجاوب لازم توري انك مش سائل وانك طالع من البلد مش راجع لها ممكن يسألك لو رفضناك شو بتعمل شو بتجاوبه رح تقول له عادي بقدم مرة ثانية الرفض في المرة الاولى ما بأثر على تقديم من المرة الثانية او رح تقول له ما بتكون تقبلوني بقدم لبريطانيا لفرنسا لكندا لأستراليا في سفرات غيركم وقت رح اقول لك هذا زلم واثق من نفسه ورح تنقبل اما القصص هاي اللي بعملوها العرب في السفرات انا بنخرب بيتي لو ما سفرت مشان الله ارقف بحالي اي وظيف ان شاء الله خدام هذا اللي بخليهم يرفضوكم لازم تكون لبق ومؤدب في المقابلة وتكثر من كلمة لو سمحت اكسكيوز مي وثانكيو وبليز وإلى آخره وفي اخر المقابلة تقول له شكرا لوقتك اذا بحكي عربي اتشرفت معرفتك اشياء زي هيك وتطلع طب لو انا في نص المقابلة واحد من الولاد قال لي بدي روح لحمام بكل بساطة رح تقول له اسمح لأقاطعك ممكن الولد يروح لحمام انا قاعد معك بتخلي امه توديه وبتكمل كلام عادي في الفيديو الجاي رح اقول لك شو هي مواصفات الصورة الشخصية اللي لازم تتصورها قبل ما تعب الطلب وتوخذ منها نسخة مطبوعة على مقابلة السفارة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس خليه الكل مش مخصصة عشان كل ما ننزل فيديو بيجيك مسيج انه مذكرات ممرض نشر فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة